طيب نروح لترند الاهلي ونشوف ايه اللي كتب على السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي وانا استعرض معاكم من خلال الشاشة اللي كتب على الاهلي في السوشيال ميديا اول حاجة من خلال صفحة الوطن سبورت اللي بيتكلم على فكرة وده طبعا من خلال الصفحة الرسمية ليهم على تويتر قالوا ان الاهلي بينتظر التتويج بالدوري رقم 42 ولكن في محطة مصر هنا يوصف في محطة مصر يعني محطة نادي افسي مصر لما ان شاء الله تصل لهذه الجولة يكون النادي الاهلي بإذن الله خلال الفترة القادمة محقق عدد نقاط معين ووصل لحوالي خمس انتصارات او ست انتصارات في الفترة القادمة ساعتها هيكون الدوري رسميا حسم مع الجولة الـ 28 او الـ 29 قبل نهاية الموسم بحوالي خمس اسابيع طيب نكملين معاكم برضو ونشوف ايه اللي بيتكتب على النادي الاهلي من خلال الصفحة الرسمية لسوبر كورا وده من خلال الفيسبوك وكتبوا فيه ان فيلر بيجهز محمود وحيد للدفع به اساسيا في مباراة الاهلي ضد ديجلا طبعا ده هيكون موجود اساسي في الظل انه طبعا علي معلول بيغيب بالانذار التالت ومش هيكون موجود في مباراة تودي ديجلا مباراة ديجلا على فكرة مباراة صعبة جدا لانه ديجلا مع تغيير الجهاز الفني بيلعب مباراة طيبة وبيقدي كورة بشكل فني عالي جدا وعندهم حارس مرمى رغم ان طبعا قديم وصاحب خبرات كبيرة لكن في نفس الوقت برضو من الحراس اللي دايما عنده سجال مع مباراة الاهلي طيب صفحة الاهرام قدامنا على الشاشة ويه بيتكلموا دي صفحة رسمية للاهرام على الفيسبوك وبتتكلم على ان الاهل بيسعى لتأمين السلية وتمديد عقده لاربعة مواسم قادمة ده كلام بالنسبة للمرحلة الجاية بخصوص عمر السلية على حسب ان فكرة ان اي لعب عندك ممكن يكون باقي في عقده سنة او سنتين بتحاول تشتغل على تجديد التعاقط وتمديد العقد بالنسبة للمرحلة اللي جاية عمر السلية احد الركاز الاساسية في خط وسط النادي الاهلي ومنتخب مصر فبتحاول تنهي هذه الامور مبكرة جدد للشناوي لساعد سمير عندك عمر السلية ممكن بعد موسمين عاده ينتهي تمدد كمان موسميني باربع مواسم عندك اليو ديانج خلال الساعات اللي جاية ممكن يكون فيه حاجة طيبة بالنسبة لللاعب والنادي الاهلي يتم تمديد التعاقط بالنسبة ليه في المرحلة اللي جاية عشان الفترة الجاية ان شاء الله تكون ماشى بشكل كويس نكملين معاكم برضو في الترند الاهلي والوطن الرياضي من خلاله الاهلي ينهي تصريح سفر القهربة لرحلة المغرب لمواجهة الوداد المغربي ان شاء الله محمود قهربة بعد مباراة القادمة مع الحرس الحدود ان شاء الله هيكون جاهز ليه مباراة الاسماعيل وان شاء الله بعدها هيكون جاهز ليه المباراة المحلية وفيه امور كثيرة جدا المتعلقة بقهربة الفترة الجاية بالتأكيد محتاجين نشرحها لكل جماهيرنا لكن في هذا التوقيت اخرج الى فاصل ثم نواصل ترجمة نانسي قنقر